اشتركوا في القناة الوسائل اللوجستيكية والمادية وكذلك الوسائل البشرية التي تم سخيرها لهذا اليوم وهي ليست وسائل وجدناها لهذا الغرض من أجل أنها تخرج الميدان فقط بل أنها عندها البرنامج مصطر وتعليمات مصطرة وهي الخروج للشارع العام والتواجد الإيجابي حماية للمواطنين في الأرواح والممتلكات وهذا هو الهدف الأسمى من تواجد العناصر الأمنية في الشارع العام مدينة الدار البيضاء كسائر المدن بالمملكة تعرف هذه الليلة احتفالات متميزة تصاحب ذكرى نهاية السنة الميلادية اعتدنا في مدينة الدار البيضاء أن هناك احتفالات كبيرة ومتعددة يشارك فيها المغاربة كما يشارك فيها الأجانب ولهذه الغاية نتواجد يوم في ساعات أولى من اليوم الغاية بطبيعة الحال هو تواجد أمني ظاهر في الشارع العام نبتغي من ورائه تحقيق الشعور بالأمن لدى المواطنين حتى تمر هذه الاحتفالات في جو تطبعه طمأنينة والساكينة العامة كل الإمكانيات المتوفرة لدى ولاية أمدار البيضاء هي تم توظيفها خلال هذه الليلة بطبيعة الحال في شكل تناوب ما بين الفرق العاملة طيلة اليوم سيتم تأمين اليوم والغد وكذلك الأيام موالية لرسان حصريا على موقعنا هل لديك صفحة وتريد أن ترويج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن ترويج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، مكينات؟ تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المتمين في مجالك؟ تحتار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة نحن نوفر عليك الجهد، وسندرس الاستئلاف بدقة لنعطيك أفضل النتائج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر